نوعية في الاستغلال الطاقي بعد دخول المحطة الفطوظوئية توزر واحد واثنين حيز الاستغلال بطاقة انتاجية تقدر بعشرين بالمئة ميجاوات مشروع نموذجي يندرج ضمن صفقة تم إبرامها بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الألماني للتنمية المشروع هذا وفر نسبة ثلاثين في المئة من احتياجات ولاية توزر من الكهرباء من الطاقات المتجددة بما يعادل 18 ألف مسكن بالنسبة للمجال البيئي المشروع هذا حد من انبعاث 17 ألف طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للمجال الاجتماعي خلال فترة انجاز هذا المشروع تم توفير أكثر من 200 موطن شغل غير قار ويهدف هذا الانجاز إلى إثراء انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وتنويع مصادرها بالاعتماد على الطاقات النظيفة والمساهمة في مرافقة بلادنا في انتقالها الطاقي ننطلق في انجاز المشروع النموذجي للإينارة الذكية بالمنطقة السياحية في توزر المشروع يتمثل في استبدال قرابة 100 تقطة إينارة عبوبية بفوانيز ذات نجاعة طاقية عالية مع تركيز جهاز ذكي للتحكم المتابع كما استفاد مستشفى حزوة أو بلدية توزر بمشاريع طاقية في إطار الشراكة بين جيزات وكالة التعاون الفن الألماني وولاية توزر نحن هنا لإعطاء إشارة انتلاقي مشاريع مهمة جدا لمساعدة المستشفى المحلي بحزوة للتبتع بالطاقات النظيفة من خلال تحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء تمتعت معناها بالطاقة الشمسية على مبنى البلدية وكان تم معناها تدقيق طاقي للمباني الكلامتاع البلدية على أساس بشيء مستقبلا تولي المباني كل سواء كان السوق المركزية سواء الملعب البلدي سواء كل المشآت التابعة البلدية تولي فيها معناها حتى من البارك البلدية تولي تستعمل فيها الطاقة الشمسية وستتمتع مدينة توزر بمشروع إضافي بقدرة إنتاجية 50 ميجاوات من الطاقة الشمسية في إطار مشاريع الطاقة المتجددة الذي يصر على تنفيذه كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سيجعل من الجريد التونسي ولاية صديقة للبيئة ومنتجة للطاقة الشمسية والذي يندرج ضمن برنامج الحكومة إلى الترفيع في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 30% في أفضل